اليوم الثاني لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي تتواصل بعروض فنية مختلفة السينما العربية كانت حاضرة من خلال عرض فيلمين ضمن أحد عشر فيلما يشارك في هذه النسخة من سبع دول عربية تواجد الفيلم الأردني في المهرجانات هذا فخر كتير كبير نحن في الأردن لدينا مواهب مخيفة لدينا أصص مخيفة تنحكى وتتصور وتنعمل منها أفلام ومسلسلات وجميع أنواع المحتوى التي تتقدم للمشاهد هذه الندوة تناقش الفيلم الأردني بنات عبد الرحمن وتناقش قضاياها ما تهتم بالمرأة وكيفية إيجاد حلول لمشكلاتها وينافس الفيلم في مهرجان الأفلام العربية التي تقام على هامش المهرجان الفيلم يتحدث عن كثير قضايا وممكن الناس لا تتحدث عنها ممكن تكون تخبيها اللي هي كمان أنه الفيلم ترزنيتد مع الجمهور بطريقة كتير حلوة لأنني أعتقد أن الفيلم يعطي زي بيحكي عن الناس اللي مش قدرين يحكوا عن حالهم وبشجعهم أنهم يكونوا على نفسهم السينما السعودية كانت حاضرة أيضا بعرض فيلم من إنتاج خمس مخرجات سعوديات لأول مرة بينما تنتظر تونس ولبنان والمغرب في عرض أفلامها تباعا خلال أيام المهرجان ويحظى مهرجان القاهرة السينمائية هذا العام بمشاركات عالمية بلغت أحد عشر فيلما طويلا بالإضافة إلى 22 فيلما قصيرا وعالميا قبل 43 عاما انطلق مهرجان القاهرة السينمائية وظل على مدار عقوده الأربعة حاضنا لعدد من السينمات العربية عروض حارص المهرجان هذا العام على إقامة فعالية خاصة حملت اسم آفاق السينما العربية كنوع من المشاركة العربية الواسعة محمد نشت الغد القاهرة ترجمة نانسي قنقر